اشتركوا في القناة ويمتاز بنسبة عليه من العناصر التي يحتاجها الجسم لأداء الوظافة الحيوية المختلفة وللحفاظها على كل من الصحة النفسية والبدنية والعقلية بما في ذلك كل من الزيوت الطيارة والفيتامينات والمعيدن ويمتاز براحته القوية العطرية ومن ذاقه اللازع حيث يستخدم بطرق عديدة تتمثل في تناوله بشكل مباشر كأحد المشروبات الطبيعية الدافئة أو يدخل في المأكلات الغذائية المختلفة وتحديدا في صناعة الحلويات والأطبيق الرئيسية ويدخلك عنصر ناساسيا في الوصفة الطبيعية الخاصة بعلاج الأمراض والعناية بالبشرة والشعر وفي مالي سوف نذكر أهم فوائد الزنجبيل لعلاج الزوكيم وفوائد الزنجبيل العامة أولا فوائد الزنجبيل للزوكيم يعالج الزنجبيل مشكلة الزوكيم والسعيل وكافة العرض المرافقة لهذه الحالة ويعالج نزلات البرد الشعبية والإنفلونزا كونهم المضادات الطبيعية للجراثيم والعدوى الفيروسية والبكتيرية المسببة لهذه الأمراض وبفضل احتوائها على المضادات الحيوية الطبيعية المتمثلة في كل منه الديجوكسين والفينوتوين كيفية تحضير الزنجبيل لعلاج الزوكيم أولا المكونات نصف الليمون قطعة مبشورة من الزنجبيل الطوزج ملعقة كبيرة من العسل كوبين من الماء طريقة التحضير غلي الماء في وعاء مناسب الحجم إضافة الزنجبيل إلى مغلية الماء وتركه مدة لا تقل عن عشر دقائق رفعه عن النار وإضافة كل من الليمون والعسل إلى المزيج يجب تناول هذا المشروب ساخنا لتحقيق أقصى فئلة ممكن منه ثانيا الفودة العامة لتناول الزنجبيل أولا الزنجبيل يقوم الخلايا السرطانية ثانيا يعالجه الصدوع رابعا يعد من المشروبات لتبعث الدفاع وخاصة في فصل الشتاء خامسا يقوي الزنجبيل القلب ويخفض الكوليسترول الضهر سادسا يقوي العظم وبنية الجسم لإحتوائها النسبة علي من فيتامين ديل سابعا يخفض مستوى السكر في الدم مما يجعله جيدا لمرض السكرية ثامنا يعد جيدا لعلاج مشاكل المعدة ويخلص الجسم من عصر العظمة تاسعا يقلل الأوجاع والتشنجات المرفقة للدورة الشهرية عاشرا يعالج التهب المفوصل ويخفف الأوجاع المرفقة له وذلك بإضافته للأطعمة المختلفة وتناوله بشكل يومية احدى عشرة يخفف الشعور بالغثين اثنى عشرة يعالج مشاكل الضعف الجنسية حيث يزد الرغبة والمتعة الجنسية لدى الجنسين ويحرب العكمة الخاصة بالرجال عن طريق زيادة عدد الحيوانات المنوية ويقلل سرعة القذفة ويزد قوة الانتصاب يصب تناول الزنجبيل بكميات معقولة للحيلولادون التعرض للأثار الجنبية غير المرغوبة ويحذر من تناوله من قبل النساء الحوامل حيث يتسبب ذلك في التشوهة الخلقية التي تصيب الأجنة كما ويتسبب الزنجبيل في الحساسية متابعين الكروم إذا استفدتم من هذه المعلومات فضلا لا تنسوا الاشتراك في القناة والإعجاب بالفيديو وأتفهل إقونة الجرس ليصلكم كل معلومة جديدة ومفيدة بإذن الله تعالى ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر